عثرت القوات العراقية على اثنين من مصاني الأسلحة للتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب مدينة الموصل اعتقلت دول القوات للرد السريع الغياطية أن المصنعين هما من المصادر الرئيسية للأسلحة المتوسطة والثقيلة للجماعات المتصرفة وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها القوات العراقية عن المصنع مثل هذا في مدينة الموصل وكانت القوات العراقية قد وجدت في وقت سابق مرافق لتخزين الأسلحة في مناطق أخرى في هذين المصنعين خطأ إنتاج كامل للأسلحة لإنتاج قضائف هاون أو صواريخ الكاتشوشا